أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب أنه لا يعرف إلا به من الكافي الشريف من كتاب التوحيد الحديث الثاني من هذا الباب في سؤال عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن أنه بما عرفت ربك كيف عرفت الله فالإمام عليه الصلاة والسلام بكلام مختصر يتضمن التوحيد وما يرتبط به بعبارات بليغة يبين تلك المعاني السامية وقد ذكرنا فيما مضى بعض البحوث المتعلقة بهذا الحديث الشريف ولذلك في هذه الحلقة نختصر بعض المباحث ومن شاء التفصيل فليراجع الجلسات الماضية سئل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بما عرفت ربك قال بما عرفني نفسه يعني إنما عرفت الله سبحانه وتعالى بالعلوم التي حباها هو لي ولولا أن الله سبحانه وتعالى كان يعرفني نفسه ما كنت أعرفه المعرفة إنما هي موهبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان بشرط أن يكون الإنسان قابلا لتلك المعرفة بسبب حسن فعله وحسن نيته وذلك لأن كل كمال يرتبط بالله سبحانه وتعالى وإنما على الإنسان في بعض الكمالات أن يهيئ أمور لكي يفيد الله سبحانه وتعالى عليه ذلك الكمال يعني العلم إنما إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يفيضه على الناس لكن على الناس أن يذهبوا ويطلبوا هذا العلم يعني يهيئوا المقدمات فيفيضه الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وكما يقال العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء الرزق الله هو الرزاق والرزق من الله سبحانه وتعالى ولكن عليك أن تطلب هذا الرزق يعني تذهب وتهيئ المقدمات فالله سبحانه وتعالى يرتب النتيجة وبعبارة أخرى إن جميع الأسباب إن جميع الأسباب إنما هي أسباب ظاهرية توصل إلى المسببات وإنما المسببات هي من فعل الله سبحانه وتعالى لكن عليك أن تؤدي الأسباب حتى الله سبحانه وتعالى يرتب المسببات وهذا في كل الأسباب والمسببات الكونية هناك كلام حول العلة والمعلول هل العلة هي تولد المعلول؟ يعني النار تولد الحرارة؟ أو أنها معدة يعني من مقدمات الحرارة؟ أو أنه لا ارتباط واقعية بين النار والحرارة؟ وإنما الله سبحانه وتعالى في أي وقت وجدت النار يخلق الحرارة وهذا ما يعبر عنه بالتوافي ولعله هو الأصح أن هذه العلل هي أسباب ظاهرية والسبب الواقعي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب المعلول على العلة يعني مثلا إذا شخص قتل القاتل هو الذي أمات هذا المقتول؟ كلا هذا سبب ظاهري القاتل بآلة جارحة أو بطلقة أو بأي شيء آخر رمى المقتول وهذا الشيء الحاد اخترق جسم المقتول فهذا المقتول حينما يموت السبب الظاهري هو القاتل لكن الوفاة سببها الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وهكذا جميع العلل والمعلولات إذن نأتي إلى المعرفة نحن إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى قد تكون هناك مقدمات بفعلنا وباختيارنا يعني نحن ذهبنا وقرأنا الكتب وطالعنا أو استمعنا إلى المواعظ وإلى كلام العلماء وإذا كانت هناك أسئلة دارت في أذهاننا سألناها فالنتيجة حصلت وهي المعرفة لكن في الحقيقة تلك كانت مقدمات وأسباب ظاهرية وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يفيض المعرفة إذن المعرفة إنما هي من الله وكيفية هذه المعرفة هل هي معرفة كاملة أو هي معرفة ناقصة لأن عامة الناس لأن عامة الناس يعتقدون بالله سبحانه وتعالى حتى كثير من عبادة الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة هؤلاء يعتقدون بالله لكن اعتقادهم ناقص مشوب بالشرك ومشوب بالخرافات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كما في القرآن الكريم فهذا الانحراف الذي يصير في هذه المعرفة إنما هو بسبب الخطأ المنهجي أو بسبب البغي والظلم وبسبب تقليد الآباء والأمهات إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون فإذا أردت أن تعرف الله سبحانه وتعالى هذه المعرفة من الله ويجب عليك أن تخطو الخطوات الصحيحة أن تستقي المعرفة من المعين الصافي الذي يبين لك ما هي المعرفة الحقيقية وحينئذ تصل إلى درجات من تلك المعرفة بدون انحراف عن جادة الصواب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول بما عرفني نفسه الله سبحانه وتعالى كيف عرفك نفسه لأنه الأئمة والأنبياء إنما عرفوا الله سبحانه وتعالى بلطف من الله سبحانه وتعالى إليهم خلقهم عارفين به أفاض عليهم المعرفة من حين خلقهم الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يأتي ويبين مفردات هذه المعرفة أولا قيل وكيف عرفك نفسه قال لا يشبهه صورة ولا يحس بالحواص هذان المقطعان يرتبطان بذات الله سبحانه وتعالى لا يشبهه صورة لأن الصورة هي في الحقيقة شكل الأجسام هناك جسم هذا الجسم مشكل بشكل خاص قد يكون انخفاض نتوء طول عرض عمق فالصورة إنما هي حدود للجسم وكيفية تشكل هذا الجسم ولذلك يمكن تغيير الصورة بتغيير تشكل هذا الجسم انت أفرض خذ بيدك طينا مثلا وهذا الطين يمكنك أن تشكله بأشكال مختلفة هو الطين نفسه ما يختلف وإنما الذي يختلف الشكل المعبر عنه بالصورة فالصورة هي شكل الأجسام والله سبحانه وتعالى ليس بجسم هو المجرد عن الجسم كل المخلوقات سواء من الوجودات الخارجية أو الوجودات الذهنية إنما هي أجسام ولا مجرد عن المادة إلا الله سبحانه وتعالى فإذن كل ما ترى في هذا الكون تراه مشكلا بشكل وله صورة لأنه جسم وحيث إن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلا صورة له وإذا لم تكن له صورة فلا تشبهه أي صورة أي صورة لا تشبه الله سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء لأنه ليس بجسم ولذلك بعض المجسمة الذين يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى له صورة كصورة الإنسان هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا والسبب في ذلك أن الإنسان يرى أن صورته أفضل جميع الصور ولأنه يرى أن صورته أفضل جميع الصور فيقول فكذلك يكون الله عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرة وفي حديث شريف أن النملة لو تصورت ربها لو هي ما تتصور ربها لأن الله سبحانه وتعالى ألقى على الحيوانات المعرفة الصحيحة بمقدار حجم وقابلية تلك الحيوانات لذلك الحيوانات لن حراف لها في معرفة الله سبحانه وتعالى بالمقدار الذي الله أعطاها من المعرفة تلك المعرفة موجودة فيها الحديث يقول لو تصورت ربها لتصورت له قرنين لماذا؟ لأن النملة ترى أن شكلها هو أفضل الأشكال وأن القرنين الذين على رأسها هو من الكمال من الجمال فلابد لو كانت تتصور أن تتصور أن ربها بهذه الكيفية لكنها لا تتصور فلذلك لا تعتقد بهذا الاعتقاد أما الإنسان عندما يريد يتصور ربه أكيد راح يتصوره بشكل هذا الإنسان ولذلك أنتوا تشوفون الأصنام التي ينحتها عبادة الأصنام إنما هي بصورة البشر عادة ذول الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له صورة كصورة الناس بعدي أنهم حتى يلغمضون الأمر يقولون بلا كيف كأنه كلمة بلا كيف تخرج كلامهم عن التجسيم وعن التشبيه وهذا ما ذكرناه في بعض الجلسات الماضية زين حينما يزعمون أن لله سبحانه وتعالى صورة هذا زعمهم من شوه الوثنية التي كانت فيهم الإنسان حينما تربى على تصور بعد ذلك إذا غير دينه أو غير عقيدته عادة رسوبات العقيدة السابقة تبقى فيه فلذلك يحتاج إلى زمان طويل وإلى جهد وإلى مطالعة كثيرة لكي يخلص نفسه من الرسوبات السابقة ونحن شاهدنا كثير من غير المسلمين حينما يسلمون صحيح هو يسلم يصلي يصوم لكن تبقى الجذور النصرانية أو الوثنية فيه موجودة ويحتاج إلى فترة طويلة للتخلص من تلك الجذور وكذلك شاهدنا بعض الناس الذين يهتدون ويستبصرون هؤلاء جذور الأفكار العامية لا زالت تكون موجودة فيهم إلا بعد جهد جهيد وأنا رأيت شخص كان وهابيا ثم استبصر والله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه نور الولاية هو نقل قال أنا لسنوات عندما كنت أذهب إلى الأضرحة المقدسة كان الرواسب الفكرية الوهابية موجودة عندي لا أستشفع بهم ولا أتوسل بهم لأني كنت أتصور أن هذا الشرك قد يكون من الجهة العقلية كنت أشعر بأنه يجب أن أتوسل بهم لأن أدلة التوسل أدلة من القرآن ومن السنة ولكن الرواسب الوهابية كانت موجودة كانت تمنعني وبعد سنوات وجهد جهيد تمكنت من التخلص من هذه الرواسب هؤلاء كانوا وثنيين حينما أسلموا بقيت فيهم جذور الوثنية ولم يمنحوا فرصة لآل البيت عليهم الصلاة والسلام لاقتلاع هذه الجذور الوثنية لأن غالب العرب أسلموا في فتح مكة قسم قليل آمنوا بالرسول قبل الهجرة ويقال أن المهاجرين حدود الميتين نفر وقسم آخر من أهل المدينة آمنوا بالرسول بعد الهجرة مجموعة حدود عشرة آلاف كما يقال إلى السنة الثامنة من الهجرة وهؤلاء الذين آمنوا بالرسول في المدينة كان قسم منهم منافقون كعبد الله بن أبي وجماعته ونزلت فيهم كثير من آيات النفاق في السنة الثامنة من الهجرة في فتح مكة جاء سائر العرب وأسلموا هؤلاء من مدن بعيدة كانوا من مناطق مختلفة والتقى قسم منهم فقط بالرسول في عام الوفود وقبله وبعده وبعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات توفي الرسول صلى الله عليه وآله فأكثر هؤلاء لم يكونوا قد شاهدوا الرسول حتى إذا شاهدوا الرسول يعني بالجلوس مع الرسول ساعة أو ساعتيا مثلا والاستماع إلى كلام يوم أو يوميا ثم الرجوع إلى مناطقهم لذلك الرواسب الوثنية كانت موجودة فيهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله ما أعطيت فرصة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكي يزيلوا هذه الرواسب الفكرية لذلك بقيت إذا أنت مثلا الفكر الوهابي ذات لاحظة الفكر الوهابي في الواقع هو فكر وثني وليس فكر إسلامي ولكن مغلف بغلاف الإسلام عندما تأتي إلى عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى هؤلاء مجسمة يعني في الواقع في أذهانهم يصنعون صنما ويعبدون ذلك الصنم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا بالمعنى الحقيقي للنزول وأن له صورة وكذا 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 ولكن عندما يريد يتخلص من الإشكالات القوية يقول بلا كيف بلا كيف له يد بلا كيف له رجل بلا كيف مثلا له نزول بلا كيف وهذه كلمة بلا كيف في الواقع للتحرب عن التصريح بعقيدتهم وإنما هم مجسمة شنو سبب هذا التجسيم لأنه بالأساس هذا الفكر الفكر الأموي الأعرابي فكر وثني يعتقد بوثن هس أسلم غير الصورة لكن الواقع بقي على ما هو عليه وكذلك حينما تأتي وتجد محاربت محاربتهم للقبور وللتوسل بالأولياء هذا في الواقع جذرة لإعتقاد الوثني بأن الميت إذا مات انتهى لكن هذا الاعتقاد الوثني إجت قولة بقالة بإسلام يعني أنه نحن نعتقد بيوم القيامة لكن الميت منتهي ما إلى أي تأثير مع أن الآيات الكثيرة من القرآن الكريم وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله في سيرته في الرواية الصحيحة تكلموا مع الموت الآية تقول أن الأموات الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون أن رسول الله صلى الله عليه وآله له حياة في قبره إذا واحد سلم عليه الله سبحانه وتعالى يرد إليه روحه فيجيب ذلك السلام هم يروه في صحاحهم لكن هذه الأمور كلها متأثرة بذلك الجذر الوثني يتصورون أنه الأنبياء ناس عاديين لذلك ينسبون كل الصغائر إليهم وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله أمور التي لا يقبلون بأن تنسب إليهم وإلى أهلهم ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإلى أهل الرسول صلى الله عليه وآله وفي الواقع هذا هو تغليف الوثنية بغلاف ديني أو إسلامي كما نشاهد الآن بعض العلمانيين العلمانة يريدون أن يسوقوها في صفوف المسلمين يقولبوها بقوالب إسلامية وألفاظ إسلامية على كل حال نرجع إلى كلامنا الله سبحانه وتعالى ليس له صورة وهؤلاء الذين يزعمون بأن الله له صورة وأنه يجسمون الله سبحانه وتعالى يتمسكون ببعض الآيات المتشابهة أو بعض الأحيان هناك تقطيع في الكلام أو في بعض الأحيان وضع وكذب وافتراع على الرسول صلى الله عليه وآله بعض الأحيان الكلام صحيح لكن فيه تقطيع والكلام إذا قطع قد ينقلب معناه مثل المعروف لا إله إلا الله إذا أنت كلمة إلا الله قطعتها يصير لا إله يصير كفر هذا أو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون اقطع الآيتين الأخريتين واذكر الآية الأولى فويل للمصلين وكما يقول يزيد بن معاوية لعنة الله عليه ما قال ربك ويل للذي شرب بل قال ربك ويل للمصلين في حديث الصورة هناك موجود حديث إن الله خلق آدم على صورته زين إن الله خلق آدم على صورته ضمير صورته يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذن صورة آدم كصورة الله سبحانه وتعالى هذا في تقطيع في الحديث وإنما الحديث كما يرويها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن رجلا تساب مع رجل واحد بدأ يفشر على الثاني فقال أحدهما للآخر لعنك الله ولعن على من كان بصورتك هذا الشخص الثاني اللي كان كان يتساب فالرسول صلى الله عليه وآله قال لا تقول هكذا لتل عن من كان على صورته ليش لأن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة هذا المسبوب اللي تتسبه هذا الإنسان اللي تتسبه هذا الشكل وهذه الكيفية المحية البشري هذه محية آدم عليه الصلاة والسلام وذرية آدم على نفس المحية والصورة فإنت عندما تقول ولعن على من في صورتك أنت راح تلعن آدم وذرية آدم كلهم فلا تلعن هكذا لعن وإنما إذا الطرف مستحق للعن إلعنه هو ولا تلعن غيره وهذا بين قوسين بعض الأحيان هناك واحد يريد إلعن شخص إلعن أبو أمه وهذا لا يجوز لأن أباه قد يكون مؤمن متقي لا يستحق اللعن فإذا هو مستحق للعن ضمن الضوابط الشرعية إلعنه لأن الله سبحانه وتعالى لعن الكفار والمنافقين أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إذا هو يستحق اللعن لكن أن تلعن أباه لأن الابن فعل فعلا لا تزر وازرة وزر أخرى إذن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول عرفني الله نفسه بأنه سبحانه وتعالى لا يشبهه صورة وَلَا يُحَسُّ بِالْحَوَاسِ هذا المقطع الثاني هذان المقطعان يرتبطان بالذات ولا يُحَسْ بِالْحَوَاسِ إحنا عدنا حواس خمسة لعل بعض الموجودات الأخرى لها حواس أكثر من هذه الحواس الخمس الله سبحانه وتعالى لا يُحَسْ بأيَّةِ حَاسَّةِ ليش؟ لأن الحواس إنما تحس الأشياء المادية الأجسام جسم ترح أمواج صوتية تسمعها كيفية حالة تتذوقها أو تلمسها الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى يُحَس بالحواس وكذلك قوى الإدراك الباطنية للإنسان هذه طبعا ليست هي حواس بمعنى الحواس إلا بالمعنى المجازي هذه أيضا لا يمكنها أن تدرك كنها ذات الله سبحانه وتعالى هذان مقطعان المقطع الثالث وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ هذا المقطع الظاهر أنه في الصفات الله سبحانه وتعالى لا يُقَاسُ بالنَّاسِ لأنه ليس كمثله شيء حتى كما ذكرنا فيما مضى حتى الصفات التي تُطلق على الله وعلى غير الله المعنى في الله والمعنى في غير الله بالإرادة الجدية المعنى مختلف قد يكون بالإرادة الاستعمالية معنى واحد ولا يوجد مثلا اشتراك لفظي أو اشتراك معنوي لكن من حيث الإرادة الجدية معنى العالم في الله غير معنى العالم في الناس معنى الموجود في الله غير معنى الموجود في الناس سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجود الناس هذه وجود الممكنات وذلك وجود الواجب القديم سبحانه وتعالى ولا يقاسب الناس المقطع الرابع قريب في بعده بعيد في قربه الله سبحانه وتعالى قريب لكل شيء والقرب هنا ليس المراد القرب المكاني كما نقول هذا الكتاب قريب مني أو هذا الميكروفون قريب مني ليس المراد القرب المكاني لماذا؟ لأن الله ليس في المكان الله هو خالق المكان المكان من مخلوقات الله فلا يعقل أن يكون المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى فإذن حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى قريب من مخلوقاته المراد أن علم الله محيط بالمخلوقات وأن قدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بالمخلوقات لا يخرج شيء عن علم الله ولا يخرج شيء عن قدرة الله وسع كرسيه السماوات والأرض يعني سلطة الله سبحانه وتعالى تسع كل الوجود لا شيء من الوجود خارج عن قدرة الله وعن علم الله فحينما نقول قريب المراد قرب الإحاطة العلمية والإحاطة القدرة مثلا الآية الشريفة حينما تقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد يعني الشريان الموجود في العنق هذا أقرب شيء إلى الإنسان وحياة الإنسان بهذا الشريان فإذا قطع الشريان الأوداج قطعة الإنسان يموت الله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو موجود في أجسامنا مثلا؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك هذا كلام بعض الحلوليين الغلاة الملاحدة وإنما المراد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني علمنا وقدرتنا أحاطت بهذا الإنسان ليس هو خارج عن قدرتنا ولا هو خارج عن علمنا أو مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع فإني قريب يعني أعلم بك وأقدر على قضاء حاجتك فالمراد من قرب الله سبحانه وتعالى إحاطة علمه وقدرته وكذلك قرب رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين فالله قريب لكن الإمام يقول قريب في بعده يعني شنو قريب في بعده؟ يعني الله سبحانه وتعالى علوه بكيفية الذي لا يتمكن أحد من الناس من الإحاطة بالله سبحانه وتعالى لا علما ولا قدرة يعني هل يمكن لأحد مننا أن يحيط علما بالله سبحانه وتعالى؟ كلا كنه ذات الله مجهول لنا نحن نعرف وجود الله ونعرف أن الله سبحانه وتعالى ذو كمالات ولكن حقيقة الله سبحانه وتعالى وكنه ذاته مجهولة لنا فهو من هذه الجهة بعيد عننا بمعنى أننا لا نتمكن من الإحاطة به علما لذلك قريب في بعده بعيد في قربه وهذا المقطع تأكيد بعيد في قربه ثم يأتي المقطع الآخر فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه هذا أيضا من الأمور الذي ترتبط بالمعرفة والله سبحانه وتعالى عرفنا بهذا الأمر الله فوق كل شيء ليس المراد الفوقية المكانية كما يزعم المجسمة من الوهابيين وغيرهم الفوقية المكانية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في السماء أو فوق السماء مكانا هذا أولا أن يستلزم الحد في الله سبحانه وتعالى أن يكون محدودا ويستلزم إحاطة المكان بالله عندما يقولون الله جالس على العرش ويخطأون في تفسير الآية الرحمن على العرش استوى اللي هي آية متشابهة يتصورونها آية محكمة يخطأون في فهمها وتفسيرها زين الله إذا جالس على العرش والعرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن العرش أحاط بالله سبحانه وتعالى والعرش أكبر من الله راح يكون ولو في عرضه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا عندما نقول الله فوق المراد الفوق بالمرتبة الفوق بالقدرة الفوق بالعلم الفوق بالذات وليس المراد الفوق بالمكان مثلا هذه الآية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير عندما الآية تقول وهو القاهر فوق عباده أصلا نفس الآية إذا تتأملها معناها الفوقية بالمرتبة وليس المراد الفوقية المكانية وهو القاهر الله يقهر كل موجود لماذا؟ لأنه فوق كل موجود من حيث المرتبة أكو آية في القرآن بعض المجسمة يفسرونها تفسير غريب جدا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن هذه الآية الشريفة هكذا يبينون تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش والعياذ بالله من كلامهم والله ثقيل جدا وهذا العرش فوق السماء وهذا الثقل قد يكون يؤدي إلى أن تتفطر السماوات لولا أن الله سبحانه وتعالى أمسك تلك السماوات هذا معنى إثبات الجسمية لله إثبات الوزن لله زيان وما إلى ذلك من لوازم الجسم إذا أنت تلتزم بلوازم الجسم فما إلى معنى أن تقول بلا كيف شنو معنى بلا كيف هذه كلمة مغلوطة يراد منها تحريف المعنى الله سبحانه وتعالى له يد بلا كيف زيان إذا مرادك من يد بلا كيف يعني القدرة فهو نفس التأويل صار اللي الراسخون في العلم بيّنوه أما لا يد يد حقيقية لكن بلا كيف هذا تناقص يد موجودة لكن بلا كيف لا نعرف أنه هذه اليد مثلا لها خمسة أصابع أو ستة أصابع زيان هذا صار تجسيم وبعبارة بلا كيف هذا ما يخرجك عن التجسيم وإنما يوقعك في تناقض وتغطية على الاعتقاد بالتجسيم محمد بن عبدالوهاب في إحدى كتبه يذكر ما معناه أنه إحنا لازم لنبين للعوام المعنى الحقيقي في التوحيد أو في الصفات أو ما إلى ذلك مضمون كلامه للعوام لازم لنبين ذلك ما ندري هاي تقية نفاق شنو نسميه التوحيد أنت لا تبينه للعوام ليش لأنه هو يعتقد بالتجسيم وعوام الناس بفطرتهم يدركون أن الله ليس بجسم فإذا تعبر هذه التعبيرات تبين الحقيقة راح يكتشفون زيف مدعاك فلذا لا تبين لهم استعمل ألفاظ مبهمة فضفاظة لتغطي على معتقدك الذي تعتقد به من التجسيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ليس بمعنى أن الله جالس على العرش والعرش على السماوات والله والعياذ بالله نقول أنه ثقيل فأي شيء ثقيل إذا وقع على شيء لعله يسبب التفطر والانخساف لا المعنى أن السماوات والأرض هذه مشفقة من خيفة الله سبحانه وتعالى إن كان لها شعور فهي تشعر بذلك أو إذا لم يكن لها شعور فبالتكوين في تكوينها هذا موجود أنها تخاف ومشفقة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني هذه السماوات إن كان لها شعور كما يقول البعض وإن من شيء لا يسبح بحمده فمن خيفة الله تكاد أن تنشق وتتفطر وإن لم يكن لها شعور تكوينا إلها قابلية التفطر من خشية الله سبحانه وتعالى كما أن الجبل له هذه القابلية أنه بحيث لو نزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ففوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه يعني الله سبحانه وتعالى مرتبته عالية لأنه الخالق ونحن المخلوقون ولا قياس بين الخالق وبين المخلوق ولا يقال شيء فوقه الله سبحانه وتعالى هو الفرد الواحد الأحد لا يوجد شيء نظير له ند له ولا يوجد شيء أعلى منه بل كل الوجود هو مخلوق له والله سبحانه وتعالى مهيم عليه ثم بعد ذلك الإمام ينتقل إلى مقطع آخر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أمام كل شيء ولا يقال له أمام الله سبحانه وتعالى هو الأول يعني شنو هو الأول يعني الله كان بلا أن تكون له بداية بحيث يقال أنه لم يكن ثم كان لا الله كان الله كان ولم يكن معه شيء ثم بعد ذلك خلق بقدرته وبعلمه وبحكمته الأشياء فهو الأول وهو الآخر حينما تفنى كل الأشياء لمن الملك اليوم الله موجود ولا وجوده سواه بعد ذلك يعيد الموجودات للحساب في الحشر فإذن أمام كل شيء يعني قبل كل شيء ولا يقال له أمام لأن الله ليس بمخلوق كل مخلوق له أمام بمعنى أنه يسبقه العدم لم يكن ثم كان وهذا ليس في الله سبحانه وتعالى لأنه الخالق والخالق ليس له بداية بحيث أنه يكون معدوما ثم يوجد بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى مقطع آخر داخل في الأشياء لا كشيء داخل داخل في شيء الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء ليس بمعنى الحلول كما يتصور بعض الملحدين من الحلوليين يقولون أن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى أو يقولون أن الله سبحانه وتعالى حل في بعض عباده الكمل أو أحدهم كان يقول ليس في جبتي سوى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا عندما نقول الله داخل في الأشياء ليس بمعنى الحلول وإنما بمعنى إحاطة الله بالأشياء علما وقدرة كما ذكرنا قبل قليل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ليس بمعنى دخولنا في بدن الإنسان بحيث نكون أقرب إليه وإنما بمعنى إحاطتنا بمعنى إحاطتنا علما وقدرة به بعد ذلك الإمام يذكر مقطع وكلا هذين المقطعين يدلاني على شيء وهو أنه الدخول والخروج هذا صفة الأجسام التي هي تحل في المكان تقول داخل في هذا المكان أو خارج عن هذا المكان الله ليس في المكان حتى نقول أنه داخل في الأشياء وخارج عن الأشياء بالمعنى الحقيقي للدخول والخروج وإنما حينما نقول داخل في الأشياء بمعنى العلم والقدرة وحينما نقول خارج عن الأشياء بمعنى عدم حلوله في تلك الأشياء فإذن داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء بحيث يكون خروج مكاني أنه يكون في مكان يخرج من ذلك المكان لماذا؟ هذا بعضيان سنذكره مفصلا في باب نفي المكان عن الله سبحانه وتعالى أن الحركة شنو معناها؟ الحركة معناها أن الشيء يكون في المكان الثاني بعد أن كان في المكان الأول أنت واقف في هذا المكان تخطو خطوة حينما تنتقل إلى الخطوة الثانية ماذا يحدث؟ يحدث حركة يعني شنو؟ يعني أنت تكون في المكان الثاني بعد أن كنت في المكان الأول زين الحركة معناها شنو؟ معناها قبل الحركة الإنسان لا يوجد في المكان الثاني المكان الثاني فارغ عنه وبعد الحركة هو صحيح يكون في المكان الثاني لكن المكان الأول فرغ منه خلا عنه أنت عندما تخطو خطوة المكان الأول يفرغ منك ويمتلع بك المكان الثاني بعد أن كنت خاليا وفارغا عن ذلك المكان زين هل هذا المعنى الحركة بهذا المعنى يمكن في الله سبحانه وتعالى؟ أولا أن الله ليس بالجسم حتى يكون في مكان معنى الحركة أن الله سبحانه وتعالى لم يكن في مكان المكان الثاني ثم صار في ذلك المكان الثاني ذولة اللي يقولون أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش بالمعنى الحقيقي ثم ينزل إلى السماء الدنيا بالمعنى الحقيقي للنزول وليس بمعنى نزول الرحمة زين نقول له زين إذا الله سبحانه وتعالى جالس على العرش ونزل إلى المكان الثاني معنى ذلك أن العرش لازم يفرغ من الله سبحانه وتعالى ودهنا يتورطون يقول لا هو ينزل لكن العرش ما يفرغ منه وهذا تناقض ولعب بالألفاظ وكلامهم يشبه كلام النصارى اللي يقولون أن الله هو واحد لكنه ثلاثة الله واحد لكنه ثلاثة هل يمكن أن يكون الواحد ثلاثة هذا محال نفس الكلام هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى ينزل من العرش لكن هو باقي في العرش وهذا التناقض وخلاف العقل لكن لعب بالألفاظ للضحك على عقول السذج من الناس وبعدها نجيب لآيب وتشابه وحديث موضوع أو متشابه أيضا ويترك المحكمات ويترك الأدلة النقلية من القرآن ومن السنة المطهرة الصحيحة ويتمسك بهذه الأمور التي هي كما ذكرنا ترجع في جذورها إلى الحالة الوثنية فإذن الله سبحانه وتعالى ليس داخل وخارج بالمعنى الحقيقي للدخول والخروج وإذا قلنا داخل في الأشياء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يراد العلم والقدرة علم الله وقدرة الله محيطة وإذا يراد بمعنى خارج بمعنى أن هذه الأجسام ليس الله حال فيها لأنه ليس جسمان الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المقاطع ثم ينهي الكلام بأن هذه الأمور التي ذكرناها هي خاصة بالله أما الأجسام أما الأجسام المخلوقات كلها أجسام فقد تكون بعيدة وقد تكون قريبة وقد تكون داخلة في الأشياء وقد تكون خارجة عن الأشياء ولها صورة ولها جسم وتحس وتجس وما إلى ذلك لذلك الإمام ينهي المقطع يقول سبحانه يعني أنزهه من كلام المشبهة والذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى وينسبون إليه صفات المخلوقين سبحان من هو هكذا كما بيناه ولا هكذا غيره لأن الله هو الفرد الواحد الأحد لا يوجد أحد يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى ثم الإمام ينهي الكلام ولكل شيء مبتدئ يعني الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء لذلك كل شيء له صفات المخلوقين وليس له صفات الخالق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمعرفة الحقيقية حسب ما بينه الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام لا حسب ما ذكره المشبهة والمجبرة والوثنيون وما إلى ذلك هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر